أكيد الخيانة كلمة صعبة ومرفوضة من الأساس سالصعب كمان أن الواحد يتعرض للخيانة ولكن يعني إيه خيانة؟ إيه هي الخيانة لما تتعرض لها تحس بقى أن دي خيانة فتزعل يعني حاسيسك تبقى مش مظبوطة في قاعدة سابتة لتعريف الخيانة ولا لأ؟ هل تعريف الخيانة بيختلف من شخص للتاني؟ يعني لما واحد مثلا يتجوز على مراته بتقولك دي خيانة، دي مش خيانة لما واحد يحب حد تاني دي مش خيانة في حاجات الشرع والقانون موافق عليها فدي مش خيانة، دي احنا سميناها خيانة طيب، لو حد محبوب في شغله، راجل محبوب في شغله ودي زميلاد في العمل بتعامل معهم بلطف وبتبعت له حاجة، ما ستبعت له وردة نتكلم عن موضوع الوردة عشان ده حلقتنا كل مرة الوردة دي تتعتبر خيانة ولا لأ؟ دي مش خيانة، هو جزء راجل محبوب تقبلي هذا فيه كمان اتهام بيكون جاهز للرجال دايما هم عينيهم بصباصة أو عيني فررة أو بيبصد كتير فهو بطبعه خين لا الراجل بطبعه مخلص ولكن المرأة هي من تدفعه للخيانة وجهة نظر شخصية ممكن يكون عندك وجهة نظر مختلفة معيها اشتركوا في القناة